اشتركوا في القناة اصدنا انه دائما نتحلى بعد الغداء بس هلأ بالوقت هذا صرنا نسمع هاي المعلومة بس ما بعرف اذا اكيد او لا هو يفضل انه قبل الغداء بساعة عفوا وبعد الغداء بساعة ما توكل فواكه بعض الاشخاص بيعتقدوا انه احنا تناولنا الفواكه بعد الغداء هذا رح يخلي الفواكه تتعفن بمعدتنا لكن هذا الاعتقاد خاطر والسبب انه احنا لو تناولنا اي نوع من الاكل سواء كان فواكه او غرز او خبز او حتى دجاج الجسم ما بيتعامل مع الاكل على المصدر اللي جاي هو منه انما بيتعامل مع الاكل فقط على حسب نوعيته هل هو بروتينات او نشويات او دهون بغض النظر عن المصدر عشان ايكا نحنا منقول ومنقدر نتناول الفواكه باي وقت لكن من ناحية صحية او من ناحية عادات غدائية نحنا منقول انحاول انوزع الفواكه بين الوجبات حتى يكون عنا توزيع للسعرات الحرارية بخلال النهار وخاصة للاشخاص اللي عندهم مرض السكري اللي نحنا منحاول كمان كتير نوزع كمية السكر او النشويات عندهم بخلال فترة النهار فاذا تناولوا وجبة تغدع فيها كمية نشويات كتير عالية مننصحهم انه ياخروا الفواكه لبعد ساعة او ساعتين حتى يعطوا الجسم فترة انه هو يهضم هذا السكر ويقدروا يستقبلوا سكر مرة تانية اشتركوا في القناة